قبل نحو شهر، طلقت بلانكاريس نبأ وفاة والدها في مشفى بمدينة جواياكيل بالإكوادور، بعد إصابته بفايروس كورونا المستجد. ومنذ ذلك الحين، تذهب السيدة يومياً إلى المستشفى لتسأل عن جثة والدها دون جدوة. صدرت شهادة الوفاة والجثة لا تزال مفقودة. لدي عدة تفسيرات، واحدة منها أن السلطات لا تريد أن تخبر العائلات لأنهم لا يريدون تسليم الجثث لإخفاء عدد الضحايا في بداية تفاشي الفايروس. أنا مقتنعة أن والدي أصيب بالمرض بسبب عدم وجود سيطرة على الإطلاق. في جواياكيل، المدينة الأكبر في الأكوادور من حيث الكتفة السكانية، لم تعود المشكلة مقتصرة على انهيار النظام الصحي بسبب تفشي الوباء وحسب. هنا يموت الناس في الشارع وتبقى جثتهم حيث هي، مع وجود قوائم انتظار تصل لأيام لنقل الموت بسبب الفايروس ليتم دفنهم لاحقا. يطلق على هذه المدينة الآن وهان اللاتينية، التشكل موطناً لسبعين في المائة من الوفيات في الإكوادور بعد أن تجاوز العدد سبعة ألاف وفاة. سكان المدينة يتهمون السلطات بالفشل الذريع في إدارة الأزمة الصحية في البلاد، التي تشهد ثالث أكبر عدد من الوفيات في أمريكا اللاتينية بعد البرازيل والتشيلي. ولكن مقارنة عدد السكان بنسبة الوفيات تضع الإكوادور في صدارة القائمة. لا أحد يستعد لهزة أرضية أو تسونامي، كذلك لا أحد في العالم مستعد لمواجهة وباء، لأن الخوف موجود في هذه العملية، هناك العديد من التعقيدات، ولكننا نحاول أن نتصرف بأفضل ما يمكن للعيش مع هذا الوباء. ينتظر هؤلاء دورهم قرب مقبرة المدينة المنكوبة لدفن موتاهم بأنفسهم بعد يأسهم من السلطات، وتبدو قواعد التباعد الاجتماعي غائبة هنا إلى حد كبير، رغم الخطر المحدق بهم والتحذيرات من موجة تفش جديدة للوباء. ترجمة نانسي قنقر